يا مساء الخير مساء الفل مساء السعادة والتفاؤل مساءكم سعيد مشاهدتنا الأفاضل عدد جديد من برنامج جيل وما نجيكم دايما في نفس التوقيت باش نهدروا على المواضيع اللي تهم وتخص المرأة الجزائرية طبعا بحضور دايز انفيتي رحين يكونوا معنا رحين يشاركونا أراءهم ونتعرف عليهم أكتر اليوم الانفيتي تاعي كما دايما نبيزنتي الانفيتي وبعد نقول لكم لسيجي الانفيتي تاعي مادام خرشي اسمهان مديرة متوسطة ومنسقة بمنظمة حماية الطفولة والشباب بالكاليتوس هكذا مرحبا بك يا تك سحالي جيتينة يعيشك كل شرف لي ومتشرفة بالدعوة تاكم الله يخليك ايضا في الكواليس كنا نحكينا بزاف ودورك رايحين نحكي باش نعرفوا المشاهد الكريم واشنو هو الموضوع تاليوم موضوع تاليوم هو كيفاش المرأة الجزائرية تحضر للشهر الفاضيل وتكون خاصة المرأة العاملة بما انك انت عاملة صديقة تخدمي عمل شاق في رمضان كيفاش يكونوا التحضيرات ديالك هل كما المرأة اللي تكون ماكثة بالبيت ولا عندك تحضيرات خاصة؟ أولا نعود نشكركم على الدعوة الجميلة هكذا يعني ان شاء الله كما يقولوا تكون قاعدة تعنا أجمل بالنسبة لسؤال تاك العمل المرأة يا كما يقولوا له هي أصناف كين المرأة العاملة وكين المرأة اللي مكثة بالبيت وكين المرأة اللي بطبيعة الحل هنا احنا نتكلموا على شهر رمضان سؤال تاك شهر رمضان مش ما نخرجوش على الموضوع ما نبعدوش بزاف دونك شهر رمضان عنده تحضيرات خاصة به هو يعني مختلف على الأشهر السنة باقية عنده نوع من كيم يقولوا مميز شهر مميز خصوصية في شهر رمضان يعني مباشرة يكون كين الحديث عن الأصالة يعني كيف أصالة يعني أنه الإنسان كيف يحضر شهر رمضان يحاول أنه ما ينساش تقاليد تعه تع زمان يعني قدر المستطاع يحاول أنه كيم يقول حيننا نسترجي أمور تعال تقليدية الأمور يعني تعال عرف تقاليد تعنا يحاول يطبقها في رمضان قدر المستطاع باش يحس أنه هذا رمضان ما هوش مختلف على رمضان يعني أشهر السابقة أو الأعوام السابقة ويتفكر الأيام اللي بالك كين ناس اللي كيم يقولوا راحوا يعني توفاء ولا راحوا ربي يرحمهم بلك يتفكر القعدة تحهم بلك يتفكر كيم يقولوا الجيه البنة هذيك هو رمضان هو شهر لما لما ذلك عنده تحذيرات خاصة جستمانتي كمرأة عاملة والعمل ديالك صدق عندك بلزير بوست إذا تقدري نوفق تتوفقي بيناتهم وتحافظي على الأصالة هذيك ولا من بين النساء اللي تقول لك أنا امرأة عاملة وما عنديش الوقت لهذا شي دونك جو بخيفر ندير حويج ليساعدوني والتقاليد وهذي كي يكون آلاز أفهمتك صح يعني هذا الشي يعني مفرغ منه الإنسان ما يكذبش على روحه كي يكون خدام يعني الإنسان يخدم يعني نقدرش يقدر يخدم حاجة ثلاث حاجات في وقت واحد لازم يركز على حاجة ويهمل الحاجتين ولكن المرأة باعتبارها مرأة باعتبارها عندها يعني رب يعطيها هذا الميزة أنه عندها تركيزين نحن ما نقوله الراجل ما نهضروش على الراجل نحن نبلا به نقول الراجل المرأة كل واحد عنده ضوء في المجتمع نحن نقوله كل واحد يكمل ثاني المرأة رب يعطيها من الحكماتين من عنده أعطيها تركيزين هكذا لأن المرأة تقدر تخدم برا يعني تكون عاملة وتقدر تكون عاملة ببيتها أيضا يعني تحاول توفق تحاول كيفش توفق بيناتهم غير المرأة التي تكون ما كثثة في البيت بطبيعة الحال رح تكون كل تركيزها على البيت رح تكون العمل التحايعني أحسن أجود من المرأة العاملة خارج البيت وداخله ولكن أنا شخصيا نهضر أن نتكلم على أنا شخصيا نسألتيني وبالتالي أنا رأني في هذا الظرف اللي طرحته أنت اللي هو العمل خارج البيت والعمل داخل البيت هل يؤثر هذا الشي المجهودي يعني اللي خارج البيت هل يؤثر هل يضعف أو يخفف من مجهودي داخل البيت أثناء شهر رمضان نقول لك يعني ما حش نكون كما المرأة اللي تكون مصبح العشية في دارها رح تحذر رح يتحذر طاولة رمضان مثلا تحذر هذه القعدة هذه تعرمضان يعني رح يكون كما يقولون رح يكون جهدها كما يقولون وإتقانها اللي عمل أكثر أكثر من واحدة اللي تكون تخدم وبصح أنا ما نش نشوف بالنسبة لي أنا نشوف باللي الحمد لله يعني بلك نتعب نتعب فتحاول نوفق بناتهم بصح نخلي ما نخليش الأسرة الصغيرة تحسب باللي أنا يعني كما يقولون رمضان ما عطيت ليش حقهم بصح ما تشوفيش أنه هذا يشكل نوع من الضغط المرأة المرأة يعني مضغوطة ولكنها مجاهدة يعني المرأة لازم تكون تحاول كيفاش تضحي بأمور عديدة باش توفق تخلي كما يقولون تسمح في حقها وتوفي وتوفيه لوليداتها ولا لزوجتها جستما كي يقولون هذا لها دراء جستما كمثلا أنت ولا نساء واحدة أخرين يقولون أنا أنا بخير فاغ نضحي وأنا إذا كان الزوج ولا الأولاد الأولاد العائلة يعني بصحة أمور من دولي أرا هي تضحي بصحتها سترى نظر أن المرأة تضحي بصحتها جستما باش ترضي أصحاب البيت ما نيش نقول باش ما يتفهم ش سؤالي غارب ما نيش نقول أنه ما لازم شالي ننضير لكي رأنا نخدمه برا ما ننضيروش المهم تعنا كي ما يجب لازم نخفو شوي شفي سيدة ولا هي تخفف على أرواح أنا معاك أنا معاك هذا الكلام هو معقول ومنطقي ومنطقي ما نقدروش نغالبوه باللي المرة إذا خدمت برات البيت كي ما يقول رحت جهد نفسها وذي تدخل للدار وذي تحاول توفق وذي تزيد جهد زيادة تخرج جهد زيادة متخبي كي ما يقول وتعطيه وما تبينش الباقي باللي راهي راهو إرهاق للنفس إرهاق للنفس وبالك نفسك تظلميها إرهاق للنفس وإرهاق للجسد بصح أنا نحس فيه لذة أنا نقول لك شخصيا بلك كي النس نساكي مانايا وبالك لا لا هو منطق ما فيهش يعني كما يقول نعكسه نقدر نعكسه ولا نخالفه ولكن هذا المنطق أنا بالنسبة لي راهو هذا الشي راهو بنا ولذة عذاب فيه لذة لا أدري أنا أظنه كذلك وبالك كين بعض إلا كين وعشرة في المياه يكونوا كي مانايا صدقيني غير كين نساء يحسوا كي مارا كيتحسينك كين بزاف يقالوا شفين أنا في المتوسطة مثلا أحيانا عندي نقاش مع بعض عندي بتواصل مع الموظفين تحابت خاصة المتوسطة راهي كبيرة ومكتظة وهكا فيه واحد تقدير تقول توسيح تهي سبعين موظف بين الرجال ونساء وأكثرهم نساء إدارة رهيقة نساء كين نحكيوا معاهم نجد نجد أطرف الحديث نجبدوا هذا الموضوع أحيانا صدقيني غير الكلام اللي قلته لك ذكا راهوا منطبقة على جليهم يعني معظميهم النساء يلقوا عذاب بسحي تلذبه يقول لك أني حسب لهذاك الإنسان أو اللي يكون في الدار كم يقوله زوج تحاول العيلة تحا راهي تعترف في لهاب هذا المجهود هذا الجهاد راهي تعترف راهي ديلته كما يقوله حاجة يعني يشوفوها رمز خاصة خاصة لما تتلقى الشكر والثناء الامتنان الشكر هلا الامتنان ما يسحق شو حدي يمتن بسحة المهم يعترف لي بطريقة أنه مجرد أنه كنقعت في الطاولة مع العيلة نتاعي وتعجبهم الأكل ويعطيك صحة وهذه الكلمة زينة وهكا راهي خلاص هذاك نحك هل تتعب تعش حالت أنا أركا هذا مجال لما يشكروك وما ملاك أن تماشي ابننا يسيد تقول لي خلاص تقول لي خلاص نقول ابننا طلع أموال والذك العياء أموال تنساياه كما يقول كي نلذ في بعض العذب كي نعذب لذيذ طبعا وهذا هو أنا نعتبره عذب لذيذ طبعا المرأة في بيتها تتعذب عذب لذيذ ونلقى وقت كيفاش نعوذ للمجهود التعير يوفقني لأنه الله عز وجل يشوفني بالآن نحاول نتيم لحاول نوفق بين العامل خارج البيت وداخل البيت من نحاول أن نحمل ولداتي أو زوجي أو البيت وحتى الشهر هذا ما هوش يعني فقط هذا الشهر شهر رمضان ولكن خاصة في شهر رمضان لأنه شهر رمضان يجمعنا ويلمنا فعلى الأقل نكونوا نحاولوا أنه قدر المستطاع هذا التفريق كل واحد يرهو في شغل وفي قدمتك حق وقت وين يتلمو في طاويلة وحدة لما لا تكون شهر رمضان وعلى ما نكونش أنا المضاحية ندي عليها أجر ساح ساح إن شاء الله يا ربي إن شاء الله كل النساء تؤجرنا على وشرم يديروا في منازلهم وحتى خارج البيت لأنه العامل خارج البيت ما رهيش تعمل باش تعمل فقط وإنما باش تحسن باش تحسن مستوى المعيشة باش تعاون الزوج باش 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 الظروف الظروف أحيانا تأتي تكون يعني أكبر منك فنحاول إحنا قدر المستطاع إنه هذا الظروف هذه ما خليهاش تغلب علينا ونحاول أنه نواجهوها وقدر المستطاع نحاول نحسن حياتنا نعيش وقصنا إن شاء الله يا ربي هذه هي وشهر رمضان قلت لك يا حبيبتي إنه شهر رمضان حال اللي نولي لسؤال شهر رمضان أصل وقعدة ولمة وشيغل في الماكلة بانسرح الماكلة هي سبابك باش تجمع العيلة يعني وتقاليد تعنا تعزمان يعني مفروض أنا بالنسبة لي مفروض الواحد ما يتخطاهاش مفروض يطبق على الأقل بعضها لأنه إحنا جزائري باش ما تتنساش إحنا جزائريين وإحنا جزائريين عندنا آصالة عندنا تقاليد عندنا وعلة إحنا نتخطوها وخاصة في شهر رمضان اللي هو شهر يعني ليس كغيره من الأشهر فعلى الأقل كي ما شير أشهر قع ما كاشك في شهر رمضان حاولت تقعد في تقاليدك وأصرتك ما تخرج عليها صح يعني في شهر رمضان تحسي كما يقولوا بجزائرية الجزائريين بقو بلوس هنا رأني مثلا في القعدات ديالهم في الأكلات اللي ديرهم تحسيها في بلدك وتحسيها أندور كي تخرجي برة ثانية تحسيها أكثر جوزت يا جون من خارج الجزائر جوزت بلد عربي بلد عربي كيفاش كان أصلا أنا مدت متزوجة بأجنبي يعني لبناني فلازم نجوزه في بلد عربي لأنه حكم أنه البيت التاعي التمى وانتقل في التمى ما نخبيش عليك يعني أنا أنا شوفي نقولها لهم للأسف حب ويزعف ويزعف وأنا يا جزائري يا في الدم واللحم والعضم وشحب قلهم هذي ما قولها تاعي قلهم ما نقدرش نخرج من بلدين حس كما الحوتا تخرج من الماء هذا كل واحد كيفاش وكاين لي تحمل هذا الأمر نحكي على شخصي وكاين لي شبولي دونك أنا نجاوبك على هذا الأمر يعني جوزت رمضان خارج بلدي ما حسيتش بكي ما حسيته في البلد التاعي أنه بلد عربي ما نكذبش ما نيش نحكي عليهم هما عندهم هما عندهم تقاليد غير عندنا كين تقاليد عربية نحنا نجتمعوا فيها نكونوا كيف كيف بس حنا كين تقاليد جزائرية مثلا جزائر تقاليد لبنانية أو تقاليد معلبي شأنك أي بلد كان كين أمور تدخل على كل بلد عنده خصوصياته نحنا ما نقدرش نسيفه على هذا البلد بلي دير كيم أنا كين نروح لعندهم الأغلبية تغلبني مشي تغلبني بس حنا نحتارمها سافي لازم نمشي معاهم ونسكت بس حياريت نقل في قلبي هكذا أنا نشوف مثلا هما عندهم بعض التقاليد هكذا وقاعدك بس حنا عجبوني أنه يتبقوا الأمور أصلا البيت اللي كنت فيه يتبقوا هذك الأمور يعني اللي تبين أنه هما بلد هذيك عندهم هذي التقاليد في رمضان أمور عديدة فيس على بعض العادة بزيفankind كين مثلا عندنا بقالة مثلا إحنا بقالة بقالة هما ما عندهم بقالة عندهم أمور أخرى عندهم أمر أخرى مثلا يديرواها مثلا كما الفوانيس يديروا إحنا الفوانيس صارت عادة مستحدثة ما كناش نديروها الفوانيس ما كناش نديروها إحنا بسرح في مصر والله من الزوج لوست وقاعدك مصري يعني كان يحكي لي هذه الأمر ثوانيس يدورهم بكري عندهم حاجة مع البريش بكري كان عندنا هذا كله قبل ما يؤذن الآدم بكري زمانا كان يحكون جداتي يجي طب في الطبل وحكذا وبيعيتك جوسيبا لا لا ما مشي ما عندهم مش بس حكاية نجيها من جيها ويطيبوا هكذا أكلات خاصة سبيسيال هكذا وبيعيتك طبعا رمضان هكذا كيما الحلويات تتحم كنافة ونمورة تختلف على نمورة تختلف على القلب اللوز عزلابية عندهم العوام عزلابية كل واحدة كل بلد وعنده خصوصياته طيب لما جو سنتي رمضان في لبنان ما كنتش تسيي شوية تفرضي مأكلات الجزائرية يالو كان دوقوا ما كنت نفرض كنت نحب بلهم خلتش فرض حاجة بس كنت تفرضيها ما يتقبلها كي تكونوا بزاف صدق الأغلبية كي تكون الأغلبية تحسي في روحك را كيتفرضي في هذا الأمر كنت نحاول هكذا بطريقة نتغلغل بيناتهم ونتقبل تقاليد تحوم وقول ما شاء الله هنا كل معهم لأكلت تحوم رغم أنه كان أكلت ما كانتش تعجبني كنت نحب هكذا على الأقل نقعد مقاهم ونغمس فيها نقول لهم هكذا احترام من القاعدة ونجيها تانية نقول لهم أنا تانيك مثلا نجيب هذا المسفوف هذا في السحور هكذا وقعتك نديرو نديرو ونقول لهم فالحنا وش ناكلو نحاول كيفاش نعطي لهم نبذة حكا على التقاليد بطريقة نطبقها مباشرة وندوقهم دوقوه فاسي كين يتقبلوا الدوق ومش مثلا هو طابق لي حبوه دوقتهم لهم حبوه الكوسكوس حكا الكوسكوس لأنه هما تمك يعرفوا باللكوسكوس ما عندهم مش في لبنان بسح يقولوا أكلها مغربية هكا هم المغرب العربي يقصدوا به احنا ندوق لهم أيضا ندوق لهم بالمرقى ونجيهم غريبة كين يتأقلموا عليها والفوعدوا وقلوا يديرها وكيني لا لا يقولك لا لا ما تقبلناها في البيت دايلك طيبة لبناني ولا جزائري صراحة نغر زوجتاعدين نتبعوا نعطيه لهم لبناني لأنه هما يكلوا أكل تحهم نوعا ما حتى البروغرام بتاع الماكلة ماهيش كيمحنا هما يكلوا صباح يكلوا يتغضوا بيان وبعك كيلحق الخمسة ثلاثة الخمسة يفطروا دسم كيني يقولوا فطور هكذا تقيل ما يكلف الليل يديروا رحاجة خفيفة ثلاثة مع أسباح يكلوا يقليوا البيت يديروا هذا كزيتون يكلو كشغل دايزان يتداج تحهم غاني أنا كيشوفون يشوفون يشرب قهو يبدو يضحك يقولوا تمتبعوا فرنسا أوزاف اتو احنا تانيك عندنا تقاليد مستمدة من المستعمر تانيك بش نفهموا بليحنا تانيك رانا دايين تقاليد تانيك شغل شوية فيها وامتداد من المستعمر أيضا شوية فرنسية أيضا تقاليد شوية أنا وعلمة فرنسية طبعا مش في كل بصحة كنا نكلوا كنا نكل معهم بينصور الأطبق تحهم كينا ما تقبلتها كينا نتقبلتها نفس الشي بالنسبة لهم صح كنت ندخل لهم دايما حاجة تزاير بحاجة بالطعام حكذا كنت نعرفهم التقاليد الجزائرية كنت ناتقها رسمية على الجزائر بارك الله في كل شي يعني في السيف يعني حاجة نتحدث لهم على يعني جهة يعني كينا يقولوا ما يميز الجزائر مثلا من ناحية الجغرافية التاريخية كل 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 شي الفن كل شي يعني في كل شي كنت سفيرة كنت أعطيهم شوية هكذا سفيرة موجز على كل شي محببهم في الجزائر طبعا طبعا دوك رمضان اللي كان لتمك رمضان شفي هو العرب كانوا العرب متفقين في أمور في بعض الأمور وفي كل بلد عنده خصوصيات بسح كنت هذا مكنش يمنعني أنه يخليني يبعدني على التقاليد الجزائرية رغم أنه كنت في وسطهم وحدي جزائرية بسح كنت نحط الطابلة الجزائرية وأحيانا نخليهم يقعدوا معي في البقالات في القعدة في المسفوف في السوار خليهم يقعدوا ويحبوها خلينا نعود نرجع رحنا كما يقولون كيفاش بين البودرة لذنبرة نعود نرجع العامل المرأة أسكو أنت مثلا من بين النساء اللي عندك أمور تحضريهم فيوك أنت عاملة أسكو تحضري وتحطي مثلا في الكونجيلاتور باش مبعد تلقاي الأمور ديالك واجدها شوفي أنا ولا لا لا لازم كل حاجة تكون شوفي أنا من طبعي أنا من طبعي أنا ما نقدرش نخبي إلا فتح وحد سألني ما نقدرش نقدر على روح باركي وحد أخرين يقول لك نخبي ما نقولش صراحة لم لا أنا ما نقدر نصراحة كنقول لك هذا الأمر جاز علي وقت في وقت من الأوقات جاز علي في زمن من الأزمين هذك زمن كنت أنا ما نقدرش كنت صحيا هكا شوية كان عندي بحو كنت مريضايتو ما كنتش قادرة نختم برا نجي عيانا كنتش قادرة كيفاش نكمل نطيب ولا ندير جهد آخر فما نخبيش علي كنت ذاك المومو ندبر حوالي نطيب بس أحب بوقت خواج وغزع ماكات جو نحط هكذا دي بسيبول حكا بش كي نجي ناكل دي هكتما بس أحب ما طولش هذاك الأمر شهر كان نجاز عليها شهر هكذاك معاك الرمضان اللي جا موراه وغيره حكوت حسب اللي ما كانتش لبنى هذيك الريحة تعبطياب في الدار كنت حسب لك شغل ما نجوز رمضان كي ما لازم الحال شمي ريحة تياب من الدار هذي من هذي الجار من هذي من هذي نحسو حكا مهم يوصل للآدم وناكل وخلاص ديك ما عجبتني شهر حزت فيه نفسي أنا غمعت شهر مزاف اللي يديروها بس ما عندهمش للوقت لأسف كين دورو اللي يتقهاروها ما كانش للوقت يحلي بالك خدامات والغاشي في الدار بالك عيانة بالك مريضة بالك تربي جهة خاص ما تقدرش تربي كما يقولوا دلي ما تقدرش تتوفق تقول ما عليش أمان طيبة ديك المكلة نسخنا يجي راجلي يلقى المكلة في الطابلة وخلاص ما عندهش إنسافق مكلة طيبة هاسو بلاس طيب ما جاتش في بالك مثلا باش الكونجي تعده في رمضان شي باش تقعد تتفرغ جاتني جات في بالي بسح ما درتهاش ما درتهاش ما درتهاش ما درتهاش من الناس اللي يحبوا يخدموا في رمضان باش يكونوا كي شايف ما هي تجيني فكرة تجيني فكرة من يلحق رمضان خلاص نقاروحي نحبط الخدمة ما نقدرش بالك بالك كي يوصل لرمضان نحس روحي بالك جسيب الخدمة هذي عباك يبيل كي ما نحبطش نخدم عباك أنا عندي فكرة نقول لك كي ما نحبطش نخدم نديلو كونجي بالك التلميذ كي كنتنا أوطن كأستادة قال التلميذ بالك يحتاجني أنا على ذاك الوقت يجيبوا بالك مستخلفة ما يفهم إذا ما تكون بدرت خير للغير يكون يرجع لك خيرك في الطريقة أو بأختيها طول كأنا كنت نخمم هكا نقول باللي ما عليش نريح نحبط نخدم لا لا وعسا ويستفاد من أن يتلميذ وفي الموقع كي راني تخيص جاد في بالي هذي قلت نحبس نحبس ما نخدمش هذي ماشي قضية كذا الإدارة قالوا لا مادم تروحي نروحوا محبونيش محبوش يعني بلك لما هذي تعلق وكعيتي كل بلك ستم يعني كانت حزت في نفسي عجبتني فضلت نقعد معهم أقرر للمدام آت بالغسرة يعني دعابة يعني محشي روحوا قاع بيانسور مادم كنت دي كونجي دماناتي آه لفنك سمات عمي قدرش نخدم قاعد معنا فضلت أنك الضحي في البيت وفضلت أنك الضحي في العامل توجغ توجغ ما نحبش الزعف اللي معايا اللي يكون معايا مدعبيا نغضي بحاجة ولا لأ لش لا نكون كما يقول ندير خير نلقى الخير إن شاء الله ياربي لو كان نقولك نصائح ولا نصيحة شوف انتي وش عندك إلي عندك نصيحة وحدة ولا نصائح بزيف تمديهم لنساء العاملات خاصة ليخدموا مثلا عمل يكون شاق وش تقدري تقول أنا وش نقولهم أنا نظر نظرتي خاصة شوف أن نقولهم ديروا في بالكم حاجة باللي الإنسان كما يقول العمل عبادة من هذا المنطلق من هذا الأساس العمل عبادة لو كان يقوم كلمات لو كان برك كل كلمة يعطوها حقها ويفهمها ملع أنه هذا المنطلق تاعي ديروا في بالهم باللي هذا العمل عبادة سكوى العمل عبادة ربي قال العمل عبادة قل عمله فسير الله وعملكم ورسوله والمؤمن هذا العمل يؤديه الإنسان بنيته بعزم بنية صادقة حتى ولا ما تقنوش بزاف بس حربيه ويشوف باللي رأه يعطي الطاقته وقدر المستطاع يحاول يخدم هذا العمل وعامل منه يحاول يوفي يحاول يكفي وما قدرش معليش المهم ربي يرويشوف باللي نيته وزينا كم يقولوا مليحة رح ياخذ عليها الأجر ما حشي سنة عبدي يعطي له أجر الأجر هذا وضرها ما رح يديه حاش به هم ويعيش به هذه رح وسيلة وليست غاية يدير في باله باللي فوق الجام فوق هذا الشي كاين اللي يجازينا يجي من هذا المنطلق يكون عنده إيمان إيمان قوي بربي سبحانه باللي ربي رح يجازيه باللي هذا العامل رح تحاول كيف يشتوف قبين كده ما رحش هذيك الإنسان ولا هذيك المرأة ولا نقول المرأة اللي عاي تخدم دير في بالها باللي هذا الشي رحي رحي تؤجر عليها لو كان نجي من هذا المنطلق تقول لك يعني نؤجر على هذا الشي يعني ربي عالم باللي أنا راني نخدم لي ظروف وصلتني بيش نخدم وراني راني وافية لأمور عاددة وراني صادقة وراني عندي عزم وراني طاقة خاصة وراني نمدها ربي يقدرني وربي يقدرني على تربية أولادي وعلى أنه أنه نكون مع زوج داعي وكذا وكذا بطبيعة الحالة هذا الأمر كله في حيز أنه يكون في مرضات الله ومرضات الأسرة تاعك ومرضات اللي حواليك ذوك أنا أكد أنه كي تحس بهذا الأمر تقول لأ ربي كلمة ربي يوفقني إن شاء الله لما يحبه ويرضعه ربي حياطيها طاقة كيم يقوله لو قسمت هذه الطاقة على الجامعة يخدموا كيم يقوله عشرة عباد فيها حتى ربي يوفق أنا عندي هذا المنطلق بلك وحدة كيش وحدة توصل له هذه الفكرة بلك ما توصل لهاش هذه الحساب هي كيف شرحي نيةها كيف شرحي صيلة تحها كيف شرحي إيمان تحها قوي بهذا الشي تأمن تأمن بيها توصل لها يوصل لها الميز أجلي لا أمنت بيها مش حبيت نقول لك أنا نقول لك كنولي في المنطق بلا هذا الشي نقول لك لا لا المرأة معلش كي تخدم في الدار خير تخدمها خير من كي ما تكون مقسبة مع العامل بالرسي نوع معل بس حولي كانت ظروف وصلتها هاد الشي تخلي إيمانها وعزيمتها قوية وتدعي لها كي ما يقولوا قدرة ربي يقدرها إن شاء الله بلاك تخدم كي ما برا كي ما في الدار كيف كيف سبحان هنا دي تاني باش نطرح عليك سؤال واحد آخر هل نتم بالناس اللي يحبوا في الدار يعاونوهم صديقة تحبي أنه الزوج ديالك يعاونك ولا الولاد يعاونك لأنه ما نخبي وش على بعض أنا في الجزائر ما عندنا شرجال يعاونو نساهم في الدار خاصة في رمضان شوفي رجال جزائر قاعد يغلبهم رمضان اليوم يوم ما تقولوا وش دخل الكوزينة بس كيرا دخل الكوزينة أنت مراه هتحكي حديري أنو دخل تخافاي يدوبلي لكله تخافاي شوفي أنا رح نقول لك منطلق أنه شفت وش راني عايشة نقول لك باش نقول لك رجال جزائر أنا نقدر نقول لك هذه النقطة بل لك أنا من رأيي لا لا أننا ندينا النظرة بالرجال الجزائريين الرجال الجزائريين عندهم يحشموك يدخلوا في خدمة نسا وقع في حين أنو أنا شفت رجال جزائريين أصلين يعني رجلة والله يتخلك المطبخ يفوت مرتفل في الطياب يفوت مرتفل في الخدمة نقول تنظيف أو شي ونعرف نعرف ديكا ماشي بعد عليا ويقول لو قدر طبليات عشر يقول نعم مرتفل نعم سيتان نعم 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 وشفت حمل واحد كاين ديزامي كاين دينا فامي ولغ نحييهم هلاش يقول مرتفل يتخدم برا وأنا نخدم برا أنا كيف كيف نتعاون لا هي ما تتهب أنا حبيتها تخدم برا أنا نتعاون في ظروف الحياة في أمور المادية وعلي ما نتعاون وش الداخل الله أجل يتخش وزيري وماشاء الله ورجلة مع الرجال وفي دار ورهم عمرت يتعاون معها كي تقول جزائري أنا كنت بزاف اللي رجلة في الدار رجلة في الدار مريم ضد الرجل الجزائري أنا ما قلت أن الرجل الجزائري يعاون شمرته ولا سوخته في رمضان صديق في رمضان ما تدرنا وش لها صحة عندك الحق دين كوتي أنا قلت لك وش شفت في رمضان ولا في الفطر بلا أنا اللي تلقيت بهم مش حكا وعندك الحق عندك الحقين بزاف اللي حكا يخم وكي ما ونعترف فيهم يعني جدارة يعني ما شاء الله طبعا كاين ولا يدخلوا يشكوزين غير يوقفوها خير من سا في بلد الأخرى نفس شي يقول رجال زعم هكا يقول لك أنا من الحمد لله يسمع فيه يجي نهار ويسمعني قلت هلو زوج تعال لما عنده هذا شي يعاون وفي مواقف الرجل رجل الحمد لله ربي يدومها إن شاء الله وكاين اللي وليداتهم يعاونوهم وكاين فالا فالا المعاونة كي تكون كاين المعاونة لماذا وكي ما تكون لازم يتكل على ربي سبحانه ورب يقدر القوة والله ما سهلا بسح ربي يقوين إن شاء الله أجماعين مش سهلا إن شاء الله وحدة اللي تكون عندها ظروف وحدة اللي يكون عنده ظروف رمضان هو العامل يعني هذا ما ينفيش إنه العامل خارج البيت هو ينقص كي ما قلت من قبل ينقص من القدرة من الجهد المرأة داخل البيت هذا وش قلنا ينقص بين أسباب ويقدر عادي كاين ممكن كاين لي جوز عليها عادي لأنه ما تحبش تحسس العائلة تحب هذا النقص تقول لك ما شي معناته أنا خدامة خليهم يحسوا بلي ما رأيهم شي جوز وربدان كي ما الناس بسبب العمل بلا راهي قصرت معنا في الدار هذه رايح حالتي أنا ما خبيش عليك رغم أنه اجهد نفسي بالصح ما عليش مش ما نحسس هذا وش قلنا هذا وش قلنا قلنا هذا كامل يقول لي ضغط على المرأة بس حالة لأنه أنت لي ما كيش حبة تحسي بهذا النقص وما كيش حبة أنه العائلة ديالك يقولوا بلي قصرت في حقنا على جال الخدمة مش غري يقولوا ولا أنا بش نعطي وممكن ما يقولوش قاعد لها دراء ممكن ما يقولوش ويففهموك منتي ما تحبيش لو كان يحسوها كذاك كل الذي حقين حقه وقلتك أمه على الأقل في شهر لماذا مش قولك في الأشهر الأخرى ما خبيش عليك نجتول طن في البيت وقاعدك أصلا خدمة تأخذ لك وقت بس نحاول قدر المستطع أنه على الأقل في العشان نحاول كذا نكون شوية هكذا مش بزاف بس في رمضان نحب نكون هكذا شعار عدك هكذا نضحي ونخلي هربي سبحانه ورمضان نريح بس هكذا من أسباب حقا من أسباب اللي تخلي الإنسان ما يحضرش بيا أغلبيتهم بالعمل لخلي الجهد يروح نصف بره ونصف لتدخل الدار تكون عيانة مع شدي لك الأطباق لتكون واحدة مصباح في الدار ونشك ديجا نونسول من الخدمة بره ومبعد كي تجي تزيد جوزي الوقت في كمبرمان وحد زوت سواء تكسلي ومبعد تدخل عيانة إيدة ريحي ودات طيبة وكين أسباب أخرى لتخلي الإنسان بعد على تطبيق التحضير لرمضان الجيد كين أسباب أخرى مثلا بلك لا أدري أنا خممت بلك تقليد الأعمى من الأجانب التأثر بالحادثة وين شخص الجزائري نرى هم يقلد مثلا مثلا كين ناس بزاف اللي بعد مثلا نحن نروح دايما أطبق لأنه حبينا ولكرهنا ميدة عرمضان أطبق تعنا معروفين تلقى شربات تلقى 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 زيتون تلقى الحملة حلو تلقى تلقى مثلا أكلت جديدة علينا أكلت تركية أكلت لا أدري أنا مع لمش تأثر جزائري تأثر بالمأولة الشرقية الشرقية أفلام لم يحسوا الأكلت الشرقية في المائدة الجزائرية طبعا هذي رأي تبعد على كاي الناس يشوفها من بربي تنوع تسكو لو كان جيتو في ثلاثين يوم الله يبارك كل يوم لازم له أمبلا ماشي سهل تولي طيبة الصينية تولي طيبة ماشي غير لبناني وسوري احنا نقول هذا الأمر عندك الحق سحكون تولي للدرج حال من عام تلقيهم ينوعوا سبحان الله كيف يقلقوا التنوع بلا هذا الأكل ما كانوا شي شرطه بكري ما كانوا شي شرطه بلك دركة يشارطه دركة كين مواقع تواصل يشوفوا مواقع سبب مواقع تواصل هذا اللي غير توجه للنس يعني المائدة الجزائرية تتبدل تولي مائدة شرقية تولي مائدة عربية عربية تلقي فيها مأكلت سوريا لبنانية مصرية شفي أنا ماليش تقدر تكون تتخل ماليش معاردة هذا الأمر سيدتي أنا ماليش معاردة هذا الأمر ولكن أنا شخصيا أنا نفضل أن تكون مائدة جزائرية وتقدر يتعسيمها تخل جوغ مائدة جزائرية 100% أما تعود إحتبلا شفي منكدر شعلي تقدر تكون أمور داخلة داخلة زحمة ماشية تعنا بسح ما تجيش يعني أكثر وهالجي شوية حبيبات شوية كما يقولون بسح ليتغى عليها المائدة جزائرية أنا نحب نحب هكا إذا كانوا جابوا وماكلة ووجدوا وحطوها لي ناكل بسح حدا ما نروح للتركي ولا المصري ولا للسوري ولا نروح للجزائري نروح للأطباق جزائري ونوع فيها لك أنت حبة ولا زوج لا نكون كذابة لا نكذب على روحي حبة ولا زوج دعم مش شرقي ولا هذا حسب الناس اللي رح نكونوا معايا في الطاولة ذكي إذا كان مثلا زوج تعيرا مش شرقي لازم ندلو مش شرق جزائري ومشري في الطاولة التاعي ونهار ندلها جزائري وفيها شوية شرقي لا نقدر إنسان يتعود على أكل جهة صعبة بشي تعود على أكل آخر طبعا أنا أطن كجزائري يراني جزائري وفي عائلة جزائري أنا نفضل أنا يضغى على الطاولة التاعي الأكل الجزائري خاصة في شعر طيب الأكل الجزائري رائع والمأكلات الأخرى مليح أنه ندقوها بالطبع طيب أنا دركا ما أبقى لي غير نقول لك يا تكسحة اللي كنت معنا لتريتي النقاش دينا دونك بش نقول لك أعطيني كلمة آخيرة نقاش ونقاش كنثري لأنه سيدة مثلك ما شاء الله عندك أسلوب الحديث يعني ما شاء الله أسلوب هذا يخليك توسعي في الكلام وموفقة شهادة أعتز بها موفقة بإننا الله يعيشك لو نقول لك نصيحة للمرأة الجزائرية نصيحة للمرأة الجزائرية المرأة العاملة المرأة العاملة أو للمجهة في البيت يعني نقول لك يا سيدتي العزيزة أولا قبل كل شيء نتمنى لكم رمضان مبارك هكذا مسبقا عيد مبارك هكذا ونتمنى إن شاء الله تكوني سيدة بيتك يعني ست البيت يعني بأتم معنى الكلمة يعني تحاولي قدر المستطاع إنه ما تقصريش في واجباتك نحو أسرتك الصغيرة تحاولي قدر المستطاع تكوني مدرسة تكوني أم تكوني مدرسة تكوني يعني البيت تاعك كما يقولون ما تخليش يحس بالنقص من أي شيء يعني تحاولي إنه توفي وتكفي إلى قدرتي قدر المستطاع تكون عندك طاقة رب يعطيها لك وإذا كنتي عاملة برة البيت هذا لا يعني إنك تهملي بيتك ما تهملي بيتك ما تهملي عملتك تحاولي إنك تركز في الأمرين وقدر المستطاع كما قلت من قبل تكلع لعربي وربيتك القوة إن شاء الله يسلك أمورك هذا ما كان أمين يا ربي يعطيك صحة خير الكلام نختم به يعطيك صحة قل لك يعطيك صحة نتوني يعطيكم صحة الإستضافة الكريمة إن شاء الله يكون إن شاء الله الرسالة تعني وصلت للقلوب للكل إن شاء الله وإن شاء الله نكون في حصل نظن الجميع ونكون خفيفة تضل عليها إن شاء الله لا لا خفيفة تضل ومشاهد الله شكرا تشكري بالوقت جاز يجري معك والله حتى الوقت أسلم معك الله يعيشك ربي وفكم إن شاء الله ويسلكم أموركم ويبارك لكم إن شاء الله فيما تقديمي إن شاء الله يعطيك صحة بارك الله وفيك أنت سيدتي الكريمة يعطيك صحة اللي قعدت معنا ما تقولوش قالت غير سيدتي أناساتي أختي خالتي عمتي قع قع النساء يعطيكم صحة اللي شفتونا اللي قعدتوا معنا أنا مقالغين نقولكم تهلو في روحكم وما تنساوش ما زال عندنا مواضيع أخرى رايحين نحكيوا فيها لكن قبل ما نختم خلوني نشكر بوتيك لاغوز والسيد محمد عمار قديماتي على الملابس اللي مراهو يقدمها لنا شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة